السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جلنا أسئلة كتير على الخاص بتسأل إيه هي أعراض فقر الدم بسبب نقص الحديد في 40 ثانية هقولك على أهم 10 أعراض لفقر الدم بسبب نقص الحديد أول حاجة الإرهاق الشديد تاني حاجة التعب والهزال تالت حاجة الكسل والخمول رابح حاجة شحوب الوجه والجلد خمس حاجة ألم في الصدر والسرعة في دقات القلب وديق في التنفس سادس حاجة صداع وضوار ودوخة سابح حاجة التهاب وألم في اللسان تامن حاجة برودة في اليدين والقدمين تاسح حاجة هشاشة في الأضافر وتكسرة عشر حاجة شهية لأشياء غريبة زي الطراب والتلج والنشا وأخيرا ضعف الشهية وخصوصا عند الرضع والأطفال طيب العلاج إيه؟ أول حاجة لازم تعمل بعض التحليل عشان تعرف نسبة الحديد في الدم والهيموجلوبين كمان وممكن تاخد مكملات الحديد كعلاج بعد استشارة الطبيب المعالج دي أهم عشر أعراض لفقر الدم بسبب نقص الحديد بتمنى يكون الفيديو عجبك وأفادك ولو عجبك وأفادك شاره لغيرك بتمنى ليكم السحوة العافية كما معكم دكتور طريق تركي السشارك راحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته